اهلا يا بنات انا دعاء استكمالا للموضوع بتاع الفيديوهات بتاعت ازاي تفرقي المنتجات او الزيوت البكر المعصورة على البارد عن الزيوت التانية النهاردة ان شاء الله حبيت اعمل لكم الفيديو عن زيد جوز الهند لان برضو لسه في ناس مش بتعرف تفرقوا وانا كنت نزلت الفيديو شابه كده في القناة الاساسية بتاعتي التانية فحبيت برضو افيد البنات في القناة دي واعمل لكم فيديو عن زيد جوز الهند والانواع اللي كلها هتلاقيها موجودة في السوق اشتري ايه منها وماشتريش وايه الفرق ما بينها والاسعار بتاعتها اه كل ده هيكون في الفيديو بس ما تنسوش لايك للفيديو عشان يوصل لبنات كتير بنية الافادة كمان اشتركوا في قناتي اه وصفات طبعية للبشرة والشعر دعاء محمد على يوتيوب وطبع كل الفيديوز الجديدة ان شاء الله اه نبتزي بقى باول نوع ما تنسيش ان مسابقة قناتي على يوتيوب وصفات طبعية للبشرة والشعر دعاء محمد لسه شغالة ونتجتها لمواحد كل شهر فلو عايزت شاركي فيها وتكسبي مجموعة منتجات طبعية او مبلغ مادي اضغطي لايك للفيديو وشير وكمان اكتبي اي تعليق سواء سؤال او رأيك في الفيديو او حتى اكتبي جملة انك عايزة تشاركي في المسابقة اول نوع هتكلم عليه ده هتلاقيه عند العطار اه تمام اللي هو النوع ده بصي بيكون في الشتاء او لو حكتيه في التلاجة بيكون شكله عامل كده وبيكون ابيض ومتجمد تمام طبعا انتي لو شفتيه متجمد هتفتكري على طول انه هو زيت جوزين ده اصلي بس لا ده ملوش اي ريحة ده زيت مصنع او على القلمش معصور على البارد رخيص جدا يعني ممكن العبودي كلها تبقى يعني مثلا ما يزيتش تمانها عن سبع جنيه مصري وموجودة عند بعض العطارين او في السوبر ماركت عند قسم العطارة ده هتعرفيه ان ملوش ريحة وهو سايل بيكون لونه اصفر زيت اصفر ولما بيتجمد في التلاجة او في درجة حرارة الشتاء زي اللي احنا فيه بيكون ابيض زي ما انتي شايفة كده ومتجمد تمام ده زي ما قلنا اقل من سبع جنيه هي القصة كلها في ايه في ان الزيت البكر المعصور على البارد بيكون افيد لان بيكون محتفظ بكل الفوائد اللي موجودة فيه ومش مضاف عليه اي حاجة عشان تخلي ريحته اه جوز هند ولا اه مضاف عليه اي حاجة عشان تخلي ملمسه شكله شبه الاصلي تمام فاحنا بنعمل الوصفات بالبكر المعصور على البارد عشان كده عملت الفيديو ده عشان افرق لكم ما بينه وبين ده وعلى فكرة البكر المعصور على البارد ده كمان ممكن يتطبخ بي يعني ممكن تكليب بيتحط في الوصفات بتاعت الطبخ اه تمام ده اول نوع وزي ما قلتلك هتلاقيه عند العطارين او قسم العطارة في السوبر ماركت تمام اما بقى تاني نوع اللي هو ده بصي شكله مختلف ازاي اه ده برضو سعره رخيص وده برضو مش بكر مش معصور على البارد هتلاقيه برضو عند العطار والحاجات بتاعت العطار مش بتلاقي عليها طبعا عبوة او اسم شركة معين او كده بيبقى هو اه جايبها كده خام او اه سوري مش خام يعني جايبها كده على بعضها وبيعبيها او ان هو بيعملها بنفس او جايبها من شركات او كده المهم ده بقى بيكون شكله ازاي ده بيكون زي ما اتي شايفة كده اه ده شبه جوز الهند شبه زيت جوز الهند المعصور على البارد لكن هتعرفيه منين اولا لو شمتي ريحته هتلاقيها اه مش ريحة زيت جوز الهند الاصلي لا على عرفة الروايح اللي بيستخدموها بيحطوها في الاكل اللي هي ريحة جوز الهند والحاجات دي بيبقى ده بالزبط ريحته اللي هي الريحة اللي انت بتشتريها اللي هي ريحة جوز الهند مش ريحة الزيت بتاع جوز الهند اه هتعرفيه كمان منين ان هو في الشتاب بيبقى زي ما انت شايفة كده بصي القوان بتاعه طبعا ده ممكن تتخدع فيه بسهولة وتقولي عليه ان هو بكري يعني بس هو مش بكري هتعرفيه كمان من سعره لان العبوة دي بتبقى بحوالي مسلا خمستاشر جنيه تمام وبيبقى القوان بتاعه ما بين ان هو هيكون سايل وما بين ان هو هيكون متجمد زي ما انت شايفة كده واحنا في الشتاب يبقى الاتنين دول مش بكري ومعصورين على البارد وانا عن نفسي منصحش ان انت تستخدميهم في الوصفات اللي احنا بنعملها للبشرة او للشعر قبل بس ما كمل النوع الثالث اللي هتلاقيه برضو عند العطارين او في السوبر ماركت ده من شركة حب اقولك ان انت لو عايزة تستخدمي الزيوت اللي هي مش معصورة على البارد استخدميها مفيش مشكلة لكن تبقي عارفة ان هي مش هتديكي نفس الفايدة بتاعة الزيت المعصورة على البارد وهتكون اقل في القيمة بتاعتها من حيث الفيتامينات والعناصر والحاجات دي كلها غير ان هي بعض الشركات بتبقى حط عليه زيوت مثلا زيت برافين او حاجات تانية يعني انت مش ضمن ان هي تناسبك ولا لأ لمجرد ان هو يوصله لشكل معين او كسافة معينة او كده تمام فعشان كده بنستخدم بس المعصورة على البارد تالت نوع اللي هو ده على فكرة ده مش زيت جوز هند انا بس اجابي لك ده عشان هو زيت من نفس الشركة هتلاقيه بتاع شركة الكابتن وبيكون سايل حتى لو حططيه في التلاجة لو حططيه يومين ثلاثة في التلاجة بيكون سايل زي ما هو وهو زيت مش بيتجمد ولا حاجة وملوش ريحة يعني ملوش اي ريحة مميزة وطبعا هتعرفيه من سعره اللي هو بيكون برضو دي في حدود من عشر خمستاشر جنيه وكمان هتعرفيه من آآ الشركة يعني شركة الكابتن مش بتنزل الحاجات اللي هي بتبقى آآ معصورة على البارد تمام وفيه برضو شركات تانية بس انت لو لقيت حاجة من نفس السيستم ده كده ونفس السعر ده تعرفي ان هو مش زيت آآ معصورة على البارد مش زيت بكر تمام آآ طيب آآ فيه آآ برضو نوع تاني اللي هو بقى آآ المعصورة على البارد بيكون عامل ازاي آآ فيه شركات كتيرة قوي بتنزله في مصر من ده منها شركة امتنين شركة امتنين على فكرة بتنزل نوعين النوع اللي هو المعصورة على البارد بتاع الطاهي ده واللي انا بقول لك ممكن تستخدميه في الوصفات بيبقى افضل حاجة ومنزله كمان نوع تاني اللي هو المجزأ آآ مش بيبقى بنفس الشكل كده بيبقى سايل تمام آآ المهم ده بيتجمد في درجة حرارة الشيطة اللي احنا فيها دي او لو حطتيه في التلاجة وكمان في الصيف بيكون شفاف مش اصفر يعني في درجة الحرارة اللي هي آآ عالية اكتر من خمسة وعشرين وكده بيكون شفاف بيكون الزيت شفاف مش ابيض مش ابيض زي ده كده ولا اصفر بيكون شفاف تمام آآ منزله كمان آآ منه اللي هو المعصورة على البارد شركة افريكانا ام بي سي وانا كنت اعملت لكو روفيو عنه قبل كده في وصفة آآ بوسي هو متجمد بردو زي ما انت شايف كده انا بس عشان مستخدمة يعني اللعبوة دي نستخدمها قبل كده كتير فقرب يخلص اللي فيها لكن هو بوسي آآ متجمد اهو في الدرجة الحرارة ولما يكون سايل يعني لو حطتي على بخار مية او حاجة هيبقى شفاف خالص ونفسه هو نفس بتاعم تنين اللي هو برضو المعصورة على البارد برضو اللي انا مخلصا اهو برضو آآ لونه ابيض متجمد ده هقدر استخدمه بكل سهولة في شركات كمان تاني منزلها اللي هي زي شركة وشركات تانية برضو منزلها هتعرفيه ان سعره غالي آآ سعره مش شخيص ابدا يعني مش الاسعار اللي هي بقى آآ عشرة جنيه او آآ خمستاشر جنيه او حتى سبع جنيه زي الاسعار اللي هي مش آآ آآ بس كده ده كان يعني معظم الانواع اللي هتلاقيها في السوق المصري ما اعتقدش ان انت مسلا ممكن تلاقي انواع تانية عند العطارين او في الشركات في شركات تاني بنزليها لو آآ انا جبتها هقول لكم برضو عليه وقول لكم الاسعار بتاعتها عشان تعرفوها وبس كده اتمنى اكون في التوكو يعني لان النقطة بتاعت زي جوز هند دي مهمة جدا من زي جوز هند بيدخل في فصفات كتير قوي ومن الحاجات المفيدة فعلا يعني لو استخدمتيها لشعرك انا باستخدمه كمان ممكن حط عليه جل سبار واستخدمه في التصفيف اليومي للشعر ويبقى ممتاز جدا آآ اتمنى يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش يا بنات ان فيه مسابقة في القناة اللي عايز اشترك فيها آآ يكتب اي تعليق وكمان يضغط على لايك وشير وما تنسوش كمان تشايروا الفيديو ده عشان هو آآ مفيد جدا باذن الله وهيفيد بنات كتير اوي كان بتسأل عن النقطة دي تحديدا وسلام للفيديو جاي ان شاء الله ما تنسيش ان مسابقة قناتي على يوتيوب وصفات طبيعية للبشرة والشعر دعاء محمد لسه شغالة ونتجتها يوم واحد كل شهر فلو عايزت تشاركي فيها وتكسبي مجموعة منتجات طبيعية او مبلغ مادي اضغطي لايك للفيديو وشير وكمان اكتبي اي تعليق سواء سؤال او رأيك في الفيديو او حتى اكتبي جملة انك عايزت تشاركي في المسابقة اشتركوا في القناة